اشاد المجلس الاعلى لشؤون الاسلامية بالمضامين والتوجهات السامية على الصعيدين المحلي والاقليمي خلال استقبال حضرة صاحب الجلالة عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مثمنا تأكيد جلالته ايده الله على تعزيز اللحمة الخليجية وتعميق الروابط والصلات الوثيقة التي تحافظ على مكتسبات المسيرة التنموية المباركة لدول المجلس وعلى ما تضمنه بيان العلا من اهداف سامية منوهن في الوقت نفسه بالتوجيهات الملكية السامية بان يكون الخطاب الاعلامي متوافقا مع القيم المجتمعية والعادات والتقاليد النبيلة الجامعة التي ترسخ وحدة الهدف والمصير المشترك لابناء دول مجلس التعاون جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية التي عقدها المجلس صباح اليوم عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية وبمناسبة العام الهجري الجديد رفع المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية أسمى آيات التهاني والتبركات إلى جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وإلى شعب مملكة البحرين وعموم الأمتين العربية والإسلامية سائلا الله تعالى أن يجعله عام خير وبركة على الجميع كما آرب المجلس عن تقديره العميق للتوجيهات الملكية السامية بإصدار التقويم البحريني للعام الهجري 1443 وفقا للمعايير الشرعية والعلمية والفلكية ووفق منهجية رزنامة الزبارة والبحرين وأبدى المجلس اعتزازه الكبير بصدور هذا التقويم الجديد الذي يتميز بالضبط والدقة والذي يبنى بإخلاص وموضوعية على المسيرة العلمية المباركة في العلوم الشرعية والفلكية في البحرين على امتداد عقود طويلة من الزمن وأشاد المجلس بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة العليا للتقويم البحريني برئاسة معالي رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لإنجاز هذا المشروع المبارك إلى ذلك أكد المجلس حرص مملكة البحرين واعتزازها برعاية ودعم الحريات والشعائر الدينية في إطار حرصها الدائم على كفالة الحقوق والحريات للجميع مثمنا في هذا السياق ما يوليه جلالة الملك المفدى من اهتمام ودعم كبيرين للمواسم الدينية ومنها موسم عاشراء مقدرا في الوقت نفسه الجهود الكبيرة والخدمات الجليلة التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتعاون مع الجهات الأهلية المعنية لإنجاح موسم عاشراء والخروج به على الوجه الأكمل وثمن المجلس في هذا السياق الجهود الطيبة التي يقوم بها الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا مع الجهات الرسمية والأهلية المعنية لتأمين سلامة الناس في موسم عاشراء بعد ذلك بحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها ما يلزم اشتركوا في القناة